أزل أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم إزوران نتمازغ في هذه الحلقة وانطلاقة من جبل نفسه سوف نتحدث عن الجذر يافيا فا والتي تعني الخروج الإدراك الانطلاق البروز النوتو إلى آخره زي ما عودناكم من جبل نفسه الجذر هذا هو جذر ثنائي فهو دليل على قدم هذا الجذر وأحيانا أنا نشعر أن من المهم جدا التحدث عن علم أو علم اللسانيات التاريخية اللي من ضمنها ما نقوم به في هذا البرنامج وهو جزء منه طبعا إيجاد القواصل المشتركة بين الألفاظ في أي لغة وارجعها لنواتها الأولى من خلال المقارنات بين التنوعات اللغوية وهنا التنوعات الأمازيغية أول جذر يمكننا الحديث عنه ونجده في جميع الدنوعات المشتركة هو فا أي أخرجع ويشدد بفغ بمعنى الفا مشدد وهو الأصل وهنا ربما يجزل بنا ذكر قاعدة لو يعني أحيانا نحس لازم نتكلم عليه قواعوي ربما ليذكرتها من قبل ما نعرفهش لكن الجذر هذا لما يكون الفاغ بالتشديد في الغالب الأعام هو الأصل وليس فاغ أي حاجة مشددة هي الأصل أي حاجة أصعب هي الأصل لأن الإنسان يذهب من الصعب إلى السهل وليس العكس فمثلا في الألوان نجد أزقاغ بالقال المشددة فهذا هو الأصل ليس أزقاغ بمعنى كذلك نفس المعنى ولكن غير تجديد وربما ذكرت في الحلقات الماضية ولكن ووجب التنبيه أن الفعل المجرد في اللغة الأمازيغية هو فعل الأمر الفعل المجرد هو فعل الأمر وفي حالة الأسماء وتوجد حروف أخرى حروف تحريك مثلا أو حروف علة التي هي تبعاتها تحدث وتحدث كذلك الصباح وبقوة اللواحق مثلا ألف والسين ألف والميم إلى آخره في الآغة الأمازيغية يصبح الفعل المجرد أو الإسم مجرد فمثلا نقول ينسع أي باتع في الماضي فهي كلمة أوح أو فعل غير مجرد ولكن عندما نقول إنس بمعنى بت هو الفعل المجرد وفي حال الاسم يقال أمنسي وإمنسي فنحدث السابقة ألف وميم ونحدث الياء في نهاية الكلمة اللي هي حرف علة فتصبح إنس حتى هي إذن أمنسي وإنس من جذر واحد بحكم أن واحدة منهم جاية من فعل الأمر وهي مباشرة الجذر والثانية حدفنا منها الصوابق وتركنا أو حدفنا منه كذلك حرف العلة طيب أرجو أن تكون واضحة ولو احتجتم أرجوكم مكتوبة لقاء تنذير درس خاصة عن تجريد الأسماء من الصوابق واللواحق وكذلك إرجاع الكلمات لجذورها في اللغة الأمازيغية عودة على الجذر الأول اللي تكلمنا عليه واللي درنا الحلقة لخاطرها اللي هو جذر ف هناك مخرجات كثيرة جدا جدا بعضها لا يحتاج للعناء الكثير في التفكير وبعضها ربما يحتاج منها شيء من الخيال مثل أفغ بمعنى أخرج أفغ يفغ خرجها في حال الأمر زي ما قلنا أفغ وهي تعني كذلك الطرد يصفغ يصفغ طرده أخرجه وكذلك في ورقلة مثلا نجد أسوفغ وإسوفغ تعني المخرج الممر المنفذ وأحيانا نقوله يفغ بمعنى أصبح ظاهرا جاليا إلى آخره ومن هذا خرج معنى معنوي ربما نصبق في روحي شوية اللي هو أن يصبح الإنسان بري مش قلنا ظاهر وجالي كذلك البراءة بين التهمة تسمى تفغة هي في الأصل هي تفغة تدرت ولكن تفغة أصبحت تطلق لوحدها اللي تعني البراءة والبريء يقال عنه يفغ أي خرج من التهمة وأصبح بريئا في تاش الحيت كذلك نجد وهذا معنى مادي انتقلتنا من معنوي إلى المادي المعنى المادي مثلا في تاش الحيت يقولون النحل اللي خرج وهجر خليته بسبب مثلا وجد ملك أخرى أو انتقى لما كان أخر بسببك يعني لأسبابه الأخرى يسمى إيسوفاغ إيسوفاغ أو إيسوفاغ ونفسه في تقبيليت حيث يثبع النحل كما قلنا نحلة جديدة يقال أسوفا كذلك كل هذا مفهوم منه يعني فعل الخروج والبروز كذلك مثلا نجد الفوج وحديثا يقال عن فوج الكشاف أو الفوج من الحجيج ولا آخره تسمى تسوفاغ عند إيسوفاغ وهو موضوع متصل لكن وجب القول أن عند إيسوفاغ حرف الغين غالبا ينقلب إلى حرف قاف وهذا يوجد حتى عند مزيغ الشمال ولكن ليس بنفس الوتيرة وليس بنفس الشكل فهم يقولون مثلا سوفق خصصوها بس عند الخروج لقضاء شيء معين يعني الخروج للسوق الخروج إلى آخره لاحظوا أننا نازلنا في معنى الخروج وكذلك البروز والنتوء إلى آخره مثلا في المحرات فيه نوع من المصمار هو معقوف شوية تشد به بعض أطراف المحرات على بعضها يسمى في تمازيغ تفوت وهو نوع من المصمار المعقوف طيب الأفران أنتو تعرفوا أنه في فرن الجبس في ليبيا نقول الأفران عموما كوشا تاكوشت ولكن هناك فرن خاص للطين يوضع فيه أي شيء تصنع من الطين تحطه في الفرن هذا وتوقته وتسكر عليه لتشفيف الطين هذا يسمى أوفيغ وكذلك يوجد مثلا مدخنة المنزل عند إخواننا مثلا في المالق المرتفعة عند القبائل عند إخواننا في المغرب الأقصى المدخنة المنزل تسمى تاسفاغت تاسفاغت المدخنة متاع المدخل هذه متاع المنزل عفوا في نفس المعنى معنى البروز والخروج إلى آخره نجد مثلا الدم للطفح اللي يصيب الجلد مثلا لما تمسك المطلقة ولا يصير أي شيء مثلا لسبب أو لآخر الطفح الجلدي هذا تسمى تافغة وأفوق وهناك نوع آخر من الدم اللي يسمى تلفغت تتفكروا معاي كيف نجرد الكلمة من كل الصوابق اللوحق وهو منفهم فهو خروج محسوس من الجلد والبروزة وفي المصطلحات مثلا الطبية ما زلنا نجد مثلا مسمار القدم اللي يسمو فيه نفسه في ليبيا كالو أفيغغيس يسمى بالأمازيغية أفيغغيس هو هذاك الطفح الجلدي الجاف اللي نسمو فيه كالو في ليبيا به من هذا المعنى المعنوي إلى المعنى المحسوس ننتقل إلى معنى المحسوس آخر عندنا إخواننا كل أيرو أزواغ يقولوا مثلا عن الانفجار تفقت تفكروا قبل شوي قلت لكم على الغات واللقافة عند أمازيغ الجنوب بمعنى انفجر تفقت وسفقت أي فجره تفقات هو الانفجار ومنه المتفجرات والمنفرقعات تسمع بالأمازيغية المولدة تملف وتجمع المتفرقعات والمتفجرات ومعذرة عندي حاجة بنقولها توه ولكن مرتبطة بكل هذا ولازم نذكرها ولا عيب ولا حياة في الألفاظ فمثلاً يسمى البراز من فضلات الإنسان بالدات تفغى بل ويسمى كذلك عند القبائل تفغى انتقل هذا المعنى من الفضلات الإنسان إلى المكان الذي تخرج منه الفضلات تفغى هناك تفرعات كثيرة لهذه الكلمة هناك مثلاً يمكن القول أنها تكلمنا على تاريخيانية الكلمات هذه الكلمة نقولها توه ربما عمرها لا يتجاوز 1400 سنة لماذا؟ لأنها مرتبطة بالإسلام فيمكن القول أن كلمة مثلاً تسوفغت وتسوفغين وهو آخر ما يبقى من الحصاد آخر ما يبقى من الحصاد يسمى تسوفغت وتسوفغين هذه تسوفغين سميوا بهذا الاسم لأن يخرج منها الخمص في الحصاد أو الخراج حتى في لغة العربية خرجت من كلمة خروج خرجة من كلمة الفقهية الخراجة وكذلك تسمى به الزكاة نفسها وانتقل المعنى إلى معنى آخر وهو تسوفغت فاسكا ومعاني كثيرة جداً يمكن إضافة كلمة أخرى دينية ربما خرجت كذلك في نفس الفترة أو في فترة متراحقة مثلاً عند الانتهاء من قراءة القرآن تسمى الختمة بالعربية تسوفغة أي قراءة القرآن كامل تسوفغة وتسمى تسوفغة كذلك عن المجمع الذي يلتقي فيه الناس لقراءة القرآن على المرحوم الميت والأخرين وكذلك أي شيء يختم وفي نهايته تسمى تسوفغت تسوفغين شفتوا كيف انتقل من معنى إلى معاني أخرى ما زال في نفس السياق على فكرة مثلاً عند إخواننا الأوراس إيشاوين يقولوا أي بروز هناك تعميم نحن كنا نخصصه فيها الآن شوفوا التعميم عند إخواننا إيشاوين يقولوا لي أي بروز أو نتوء مادي في باطن الآن في منزل في مبنى في أي شيء تسوفغة وتجمع تسوفغيوين إذن تعني البروز أو النتوء من الشيء ومنه خرجت تسف تسف أي الشكل النهاية تسفغت اللي هو الشكل الخارجي المنظر الهيئة الهيكل تسفغت وهناك قلنا النتوء والبروز نجد معنى آخر اللي هو الشيء الخشن مش قلنا يلغغ مثلاً لشيء الرطب وذكرنا في حلقات أخرى الحديث عنها في عدة كلمات وفي عدة جلوه العكس هو الخشن من الأشياء إيسفغس إيسفغس هو الخشن ومن ذلك نجد مثلاً إيسفغس لنا يعني زي ما قلنا فيها الأشواك والأخير هي أشياء خارجة مثلاً نجد كذلك آه عندنا نبتة في جبل نفوس تسمى تافغة وتجل في منطب أخرى كذلك بنفس المعنى تافغة 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 اللي هو يسمى شوك الجمل المسمى كذلك في العربية الفصحة بالحرشف وهذا قنا نبات فيه نباتات أخرى بنجيبها بعد شوية وكذلك الشخص الخشن مشينا من المعنى المادي إلى المعنى المعنوي الشخص الخشن دو الطباع الغليظة اللي لا يمكن تحمله أفغاس وتجمع إلى إفغاس أفغاس وإفغاس وكذلك الناس اللي يعيشوا ربما وهذا يقال أن هذا ربما يكون له هو الجذر إفغاس القبائل الأمازيغية لأنهم يعيشوا حالة أو حياة خشنة جداً حياة شظف وحياة متعبة شوية على ذكر النبات قبل شوية هناك نبتة أخرى تسمى تيفوغة تيفوغة هي نبدة موجودة في كل البحرابي المتوسط تسمى يوفوربي باللاتينية والحلب بالعربية الفصحة الغريب أن ثمارها مثل تمدررت اللي هي تمدررت تيلولت نسيت اسمها بالعربية معدرة من بين يعني الحبة تطلع بابين الورق ما تطلعش من الزهر مثلاً تلول تطلع في الزهر لكن تبان كأنها من غير زهرة هذه الحبة بالدات تخرج ما بين الورق وليس من زهرة إليكم استعمالات أخرى لكلمة بروز أو نتوء أو خروج مثلاً مثلاً أي الأمر الشائع وكذلك السر اللي لم يصبح لم يعد سراً السر لما ما يكونش سر خلاص ما عاش الناس كلهم عرفوه يسمو فيه تسوفا تسليم تسوفاغان هل سمعتم تلك الشائعة ويقال عن النبات كذلك عودة للنبات في حال النضوج اللي هو آتفاغ آتفاغ أي النضوج اللي هو نقوله إحنا يتدر ونقوله في تعبير أخرى ولكن أحد التعبير عن النضوج هي آتفاغ طيب يعني أخذ هذا المعنى معنوية أخرى كثيرة جداً بلخص عند عمزيغ الجنوب فمثلاً الشخص اللي يخرج عن وقاره واحترامه الشخص اللي يصبح مكان سخري للآخرين بسبب فعلها فعلها مثلاً أو لأي سبب أو لآخر يقار عنه تيفق وتجمع تيفاق تيفاق ومنه التعبير المستحدث في تمازيغ طبعاً حنا ننتقل من معاني المستخدمة دائماً ولكن هناك تعبير مستحدثة احتجنا أن نقول مثلاً كاريكاتور في الأمازيغية استخرناه من نفس الجذر هذا تيفاق تيفاق اللي هو تسفغولت والتيسفغال أي الكاريكاتور تسفغولت وتجمع على التسفغال هو الكاريكاتور والإنسان الممسوخ المسخ تسفغولت عند إيموهاغ عفواً تسفغولت عند مزيغ الشمال وعند إيموهاغ هو تسفغولت معذراني نحاولي ننذيرها سريعة جداً ونخليها حلقة قصيرة هلبة 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 هناك كلمة ذات صلة كلمة تحقيق ذات صلة لم أتمكن من ربطها بهذا الجدل مثلاً ترقيع الثوب السيفغ السيفغ الثوب لما يكون ممزق وترقعه بقطع الثوب أخرى أو بالخياطة يسمى السيفغ ما هي صلة لا أدري لأن هذا يوجد شيء ما بين هذا الفعل والفعل والفعل الأصلي أفغ قد ضاع منا ليفسر هذا المعنى ولو عندكم هذا الفعل مثلاً وأنا لا أعرفه أرجوكم أعلقوا في التعليقات متعكم كذلك عند أمازيغ الجنوب يموهاغ عندهم اسم الأرز الأرز يسمى تافغت أو تافيغت تافيغت أو تافغت هو الرز الرز اللي لاكلوا فيه اللي يجينا من شرق آسيا وإلى آخرهم كذلك عندنا اسم حشرة أو حشرة اللي هو الحلزون إفيغس إفيغس ما هي علاقة الاسم بالفعل بالجذر هذا ربما التفسير الوحيد اللي عندي أنه هو يحتاج أن يخرج من الحلزون للأكل وللحركة وللآخره فالخروج هذا هو السبب اللي سمعناه به إفيغس وهناك تخرجات كثيرة جداً مستحدثة من هذا اذكرنا قبل شوية المتفجرات اذكرنا الكاريكاتور وهناك المشتقات في علم النحل والكيميا والمعادل تفوغت أي المستخرجات ومنه المشتق النحوي كما في درسنا هذا تسمى أنا فاغ وإينا فاغ أنا فاغ وإينا فاغ عفوا اللي هم المستخرجات المستنطقات للمستخرجات من الأشياء وكذلك المعالجات في علم الكمبيوتر تفوغيين وكذلك يعني يعني وجب القول أن هذا الفعل قديم جداً 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 خرجت منه تعابير لا تحصى ولكن يمكنني الحديث عن بعض هذه التعابير اللي هي تضاف إلى كلمات اللي تعطي معنى جديد مثلاً يقار يفغ سيخ في النس أي أصبح مجنوناً يبوهر اللي هو ينوفل نحن عندنا النوفليين في ليبيا اللي هو الإنسان المجنون يفغ سيخ في النس أي أصبح مجنوناً وكذلك النج نقال مثلاً أفغن إيردن بمعنى نضجت مثلاً نقال هذا الثوب مثلاً يروق لك هذا الثوب يعني جميل نقال يفغ في لك أي يروق لك يعني جميل عليك هذا وكذلك يقال الإنسان يشبه أباه أو يشبه الابن يشبه أباه أو الأب يشبه ابنه يقال يفغاك يفغاك أي أو نقوله يفغ الباب النس أي يشبه أباه وعندنا طبعاً الأفعال أخرى زي رواسو إلى آخره طيب ونقول على الأطفال الذين يغضبون أبنهم نذكرنا الأبناء قبل قليل يغضبون أبائهم وأمهاتهم صفغ ناس إداماً صفغ ناس إداماً أو صفغ ناس إداماً أي أغضبوه ويقال حين تسليم الروح فغنة إيمان النس أي توفي وحين نمدح أحد عفواً المديح عموماً يقال تفغع تفغيت اللي هي يعني مثلاً تسريحة جميلة شيء لطيف بالخصص عند النساء مثلاً وحين الخصومة يتخاص بإثنين يقال أفغن في اللانغ أي خاصمون وكذلك مثلاً حين اللعب هذه مهمة جداً هذه قليل منكم منكم بما يذكرها ويعرفها تمالوين اللي هما الغاز عندما إنسان يفك اللغز ماذا يقال عنه؟ يصفغ تماليوت يصفغ تماليوت أي فك اللغز وذكر الفك عن السحر مثلاً إنسان يقال مسحور طبعاً اليوم بهذه الأشياء لما يكون مسحول ويجي يقرأ عليه القرآن ماذا ندار له الشيخ يصفغ أكروسنس يصفغ أكروس يعني فك العقدة فك السحر بمعنى وعننا يصفغ عمان أصفغ انتفاسكا صدقة العيد أو تعرفوا باكي ننسيت جذر مهم جداً يرتبط بالكلمات الأخرى قبل هذه المعاني أحنا نقوله أسفيغ أسفيغ هي الخرقة التي تستخدمها الحائض أسفيغ الخرقة التي تستخدمها الحائض وأحياناً يقال لها أسفيغ إسليل أو الإسليلان فمعذر على الإطالة حبيت نديرها في أقصر مدة ممكنة وإن شاء الله تكونوا استفدتوا وأي حد عنده تعليق أي حد عنده أبيات شعرية أي حد عنده أمتلة شعبية إنزيون أي حاجة يكتبها لي فالتعليق واللي عنده أي تعليق سوف أكون جداً ممتن لكم لأن هذه الحلقات في يوم من الأهم سوف أضعها في كتاب عن جذور الأمازيغية بإذن الله شكراً للمتابعة وإلى حلقة أخرى إن شاء الله